بسم الله الرحمن الرحيم ورحب بكم ولقاءنا الجديد مع الحلوة بلادي لازمنا في حي الحسين في القاهرة أنا بعتذر منكم عن الحلقة الماضية وكمية المرارة والأسى اللي كانت موجودة فيها حينما تحدثنا عن مقتل الحسين رضي الله عنه ولكن الحادث كان بخ وعظيم ومزلزل حتى أن أحد أفاضل التابعين ويسمى خالد ابن أفران اختفى من دمشق مدة وحينما طلبه أصحاب وجدوه بعد شهر قد اعتزل الناس فلما سألوا قال أترون ما نزل بنا ثم قال شعرا في مقتل الحسين رضي الله عنه كان ذلك حينما أتت رأس الحسين إلى دمشق قال خالد ابن أفران جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل ها نحن في نفس الموضع الذي جلس فيه جوهر السقلي في عصر الثلاثاء 17 شعبان سنة 358 هجرية الموافق 7 يوليو 969 ميلادية ومن أمامنا في جهة الشر يقع مسجد الحسين رضي الله عنه ونحن في الجهة الشمالية الغربية من المسجد في هذا الموضع جلس جوهر السقلي بعد أن دخل القاهرة بيومين لكي يبدأ بناء عاصمة جديدة حيث جلس في هذا الموضع وأخذ يخطط مدينة القاهرة مدينة القاهرة أنشئت على عجالة كما يقول الدكتور إنان مدينة ملوكية متواضعة لا تتجاوز مساحتها ميل في ميل وتضم القصر الخليفي وحدائقه ومساكن الحاشية وخطط الجنب ويتوسطها الجامع الأزهر الذي تم بناءه في جمادة الأولى 359 هجري ومن حولها الصور اللبن الساذج الذي أنشأه جوهر لحمايتها من عدوان القرامط الشيء العجيب أن القرامطة والفاطميين أبناء دعوة وحدة قرامطة والفاطميين أبناء دعوة وحدة وإن الاثنين كانوا من معون واحد وخرجوا من إناء واحد ولذلك نريد أن نبدأ هذه القصة قصة الدعوة السرية وخطورة العمل السري ولخطورة العمل السري والعمل في الخفاء ألجأ لنص كتبه واحد من أهل البيت من نسلة الحسين رضي الله عنه وهو أبو الحسين محمد بن علي المعروف بأخي محسن هذا الرجل كانت حياته في نهاية القرن الرابع الهجري وهو من آل البيت حسيني النسب يقول كلاما خطيرا في كتاب ألفه ووصلتنا منه أجزاء ولهذا الكتاب قصة أحكيها على عجاب يحكي الدكتور طريف الخالدي أستاذ التاريخ في الجامعة الأمريكية في كتاب أنا والكتب أن المؤرخين في العصر المملوكي كان تاريخهم يشبه الصحافة العصرية فيجمعون في هذا التاريخ كل المعلومات التي تحيط بالعصر الذي يتحدثون عنه ونترك الدكتور طريف الخالدي في نظرته ونذهب إلى أحد تلك الكتب التي ألفها مؤرخون ينتمون إلى العصر المملوكي وهو الدواداري الدواداري ألف كتابا في تاريخ الدولة الفاطمية وقد صدر هذا الكتاب عن مركز الدراسات الألمانية هذا الكتاب كتاب الدواداري كتاب ضخم في التاريخ وقد قسمه إلى أجزاء ونحن ننقل عن الجزء الخاص بتاريخ الدولة الفاطمية الدواداري داخل هذا الجزء ينقل عن كتب مؤرخين الدولة الفاطمية ولكنها لم تصل كنا نتمنى أن ننقل عن تاريخ كتبه مؤرخ الدولة الفاطمية ولكن أغلب هذه الكتب لم يصل إلينا وبقيت شذرات منها نقل عنها من أتوا بعده فمثلا تاريخ المسبحي لم يصلنا منه إلا عامان إثنان أما تاريخ ابن المأمون وتاريخ ابن الطوير فتلك الكتب قد درست ولم يبقى منها غير شذرات ولذلك نجد أن المتأخرين كالمقريزي ينقل عن هؤلاء في كتابه طعام الحنفاء بأخبار الفاطميين الخلفاء والمقريزي له مجول شيعية كما يقول المؤرد ولكن نذهب إلى شخصية أكثر اعتدالا وهو الدوداري وهو ينقل فصولا من كتاب ألفه أحد أهل البيت ينفي فيه نسب الفاطميين وكان هذا الرجل معاصرا للدولة الفاطمية وهو أبو الحسين الشهير بأخي محسن رضي الله عنه واسمه محمد بن علي بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه يقول أبو الحسين أخو محسن كلاما خطيرا نستمع إليه وهو يقول ويجب على كل من كان فيه عصبية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحقق أمر نسبهم لتكون عصبته فيهم لا في غيرهم فأما من موه عليه بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعدل به عن الحق إلى الباطل ويخدع بالأيمان والعهود والمواثيق ويدخل في أمر مكتوم قد غطي عليه وهو لا يعلم فإنه ترك الهدى واتبع الضلالة وإنا لا نجد عهودا ولا مواثيق تكون في شريعة من الشرائع بكتمان سر لأن الله عز وجل لم يأمر بكتمان هدى أنزله على عباده وقد قال جل اسمه هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فما كان من بصيرة فإنما يعلمون أن الكتمان في أمور الدين والتنقل من حال إلى حال هو حد الإربة وهذا مما أسسه عبد الله بن ميمون القداح لنفسه وولده هذا الكلام نقله الدوداري في صفح التسعة وهو كلام خطير لأن أبو الحسين أخو محسن ينص على أن الأمر المكتوم وأن الدعوة السرية أمر غير صحيح في دين الله ولا في من تشيعوا لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك شك عظيم يدور حول نسب الفاطنيين في مصر وهذا ما سيدور عنه الحديث في حلقتنا القادمة وقبل أن ندخل في موضوع نسب الفاطنيين ينبغي أن نتعرف أولا على نظرية الإمامة عند الشيعة ونقول إن نظرية الإمامة عند الشيعة تبنى على أن الحاكم هو أحد الأئمة من أبناء الأئمة بمعنى أن علي رضي الله عنه أعطى الإمامة للحسن وأن الحسن تنازل عنها لمعاوية ذهبت تلقائيا إلى الحسين ومن يومي مات معاوية إمامة انحصرت في أبناء الحسين دون أبناء الحسن ابن علي رضي الله عنه ولكن التاريخ يكذب تلك النظرية التي يرجح أنها نشأت في عصر متأخر على قتل الحسين رضي الله عنه بل نشأت في عصر متأخر بعد الإمام جعفر الصادق وبالمناسبة جعفر الصادق رضي الله عنه مات ما بين عامي 146 و149 هجرية هذه النظرية أخذت تتبلور بعد وفاة الإمام جعفر الصادق الإمام جعفر أتى من بعده إسماعيل إسماعيل أعطى الخلاف لولده محمد الذي مات في حياة أبيه حاول فقهاء الشيعة ورواتها منذ عصر مبكر أن يخلقوا جوا قدسيا حول الإمامة التي يرونها إرادة إلهية خص بها آل البيت من نسل الحسين بعد مقتله فنجد القاضي أبو حنيفة النعمان القيرواني وهو أحد دعاة الفاطميين الذين جاءوا من تونس مع جوهر الصقلي إلى مصر وهو غير الإمام أبو حنيفة النعمان إمام أهل السنة الذي كان يحيا في العراق هذا الرجل يسمى أبو حنيفة النعمان القيرواني ويخص بكلمة القيرواني أبو حنيفة القيرواني يقول في كتابيه دعائم الإسلام وكتاب الهمة في آداب اتباع الأئمة مفسرا قول الله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد أن الهادي هو إمام الزمان بدءا من علي رضي الله عنه ثم أوصيائه من بعده ووفق تلك النظرية نظرية الإمامة أوصى النبي لعلي بغدير خم وعلي لابنه الحسن والحسن لأخيه الحسين والحسين لابنه زين العابدين ابن علي وهكذا كل إمام يوصي لمن بعده وتختلف فرق الشيعة هل يوصي من نسل الرجل أم له أن ينقل الوصاية لغير ابنه وينقلون عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال بنا يعبد الله وبنا يطاع الله وبنا يعصى الله فمن أطاعنا فقد أطاع الله ومن عصانا فقد عصى الله سبقت طاعتنا عزيمة من الله إلى خلقه أنه لا يقبل عملا من أحد إلا بنا ولا يرحم أحدا إلا بنا ولا يعذب أحدا إلا بنا فنحن باب الله وحجته وأولياؤه على خلقه وحفظة سره ومستودع علمه ليس لمن منعنا حقنا في ماله نصيب وإنا مخلوقون وعباد مربوبون ولكن لنا من ربنا منزلة لم ينزلها أحد من خلقه ولا تصلح إلا لنا ونحن نور الله وشيعتنا منه وسائر من خالفنا من الخلق فهو في النار هذا الكلام واضح أنه كلام وضع ويستحيل أن يكون جعفر الصادق رضي الله عنه لما له من إمامة في الدين ومنزلة عند المسلمين سنة وشيعة أن يكون قد قال بمثل هذا الكلام فواضح فيه تكفير المخالفين فمن خالفهم هو عندهم في النار ولن يدخل الجنة ولا باب للجنة إلا من خلالهم وهذا أشبه بنظام الكهنوت الذي لا يعرفه الإسلام وهو يخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف على الصفة ونادى يا عباس يا عم رسول الله اعمل فلن أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة ابنة محمد اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا يا صفية عم تا محمد اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن كمصريين نحب آل البيت ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبهم بحبه ولذلك فالاعتدال مطلوب والاعتدال واجب وهذا ما علمنا ربنا جل وعلا في كتابه وعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنة وعلى الخير نلتقي دمتم بخير وإلى لقاء جديد متجدد بإذن الله تعالى